استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى في مجلس سموه العامر بالرفاع السيد أحمد خلفان الرئيس التنفيذي لمجموعة الصفر والسيد ناصر شحرور مدير عام مجلة بيز بحرين الذين أهدوا سموه نسخة من عدد شهر أكتوبر من المجلة وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن شكره وتقديره لأعضاء المجلة على هذا الإهداء مشيدا سموه بفكرة وأهداف هذه المجلة الداعمة للاقتصاد البحريني وما تضمنته من محتوى إعلامي اقتصادي فريد يساهم في تثقيف وتوعية الشارع البحريني بما يعزز من الوجه الحقيقي للاقتصاد الوطني محليا وعالميا موجها سموه إلى ضرورة فتح مجالات أوسعة لهذه المجلة للتغطية الشاملة لجميع أحداث وفعاليات المملكة لسيما على الصعيد الرياضي متمنيا سموه في الوقت ذاتها التوفيق والنجاح للمجلة واحتوت المجلة في عددها الحالي على مقابلة حصرية لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة سلطت الضوء على أهم الإضاءات في حياة سموه والمبادرات الشبابية والرياضية والإنسانية والاجتماعية التي أطلقها سموه كما وتحدث سموه خلالها على أهم وأبرز المحطات في حياته الشخصية والعملية ورعاية ودعم جلالة الملك المفدى لسموه مشيرا إلى العلاقة الوثيقة التي تربطه بأخيه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والجهود التي بذلها سموهما في سبيل الارتقاء بقطاع الشباب والرياضة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في مواصلة التنمية والتطوير في هذا القطاع الحيوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر